أنا مع دخول القطاع القاس لكن عندي محدد مهم جدا عشان الحلول تبقى ناجزة ونجحة القطاع القاس كان مشاركة مباكتر من 75% في الاقتصاد المصري عام 2010 ومع ذلك حدث مشاكل اقتصادية وحدث خلال القطاع القاس هناك فرق ما بين أن الحكومة تظل في بعض المشروعات اللي فيها احتكارية وتخص السرع أساسية للمواطن لأنه مش عايزين احتكار تاني مش عايزين ناس تاخد الأرباح تاني ومش عايزين ناس نحن عايزين نقلق عدالة اجتماعية من خلف الاستثمار حتى أنا حدث له استدامة استدامة الاستثمار تأتي من نواتيك الاستثمار التي تحقق عدالة اجتماعية وبالتالي يحقق استقرار وستدامة الاستثمار فهنا أنا مع وسيقة مليكية الدولة لكن على القطاع القاس برسالة أنه يفهم أن المكسب 300% و400% والأرض ببلاش ودي ببلاش ودي ببلاش ده زمن وانتهى لازم نقبل بمعادلات اقتصادية جديدة لازم نقبل معادلات ربحية جديدة حتى نستطيع أن نقلق علاقة استثمارية وشركة جيدة الأمر الثاني والمهم جدا المركزي وقراراته ده بد أن قرارات المركزي يكون الجهات المنفذة داخل البنوك عموما في جمهورية نصر العربية على دراية كاملة بالتنفيذ لأن بعض البنوك بتاخد قرارات المركزي وكل حوار بيدور يقولك المركزي أيل كده حتى لو هتطلق شغلك فبالتالي احنا محتاجين مراقبة لأداء البروج في التعامل مع المستثمرين أو التجزئة فيما يتعلق بالتجزئة البنكية حاجة مهمة جدا مازلت أؤكد على أنه يجب الإعلان عن فيه بندين في الإنفاق عموما فيه بند إنفاق استهلاكي وفيه إنفاق إنتاجي يعني الدولة اللي ما تصرف على استثمارات حكومية أو توسعة في مشروعات ده بيسموه إنفاق استثماري أنا بحبزه الإنفاق الاستهلاكي لابد أن يكون هناك خطة ترشيد في 23 عشان تكون قدوة لكل مواطني مصر أو للشعب المصري فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحاجة الأخيرة والمهمة جدا اللي أنا مازلت عايزة أتكلم فيها إن احنا عندنا الأوعية أو الشرايين اللي بتؤثر في بناء أي اقتصاد أو رفعة أي اقتصاد عندنا زي ما اتفقنا على أفريقيا وعندنا اتفاقية التجارة البنية الحرة الأفريقية وإحنا مازلنا محتاجين نشتغل على اتفاقية التجارة البنية الحرة الأفريقية اللي احنا متفردين بيها و2019 أنجزها السيدة رئيسة عفتاح استيسي لبقاعد في الناجر احنا محتاجين يكون عندنا قاعدة مصدرين نخدهم بمعارض بمنظومة متكاملة بدخول المكاتب بتنشيط التمسيل التجاري وزيادة عدد المكاتب داخل القرارة الأفريقية عشان نقدر نقلك لنفسنا سوق وسوق فرجة بيكري بالنسبة لنا نقدر نشتغل فيه بشكل جاي جدا الشكل الآخر هو جرعة الاعلام أو الوعي الاقتصادي احنا ما زلنا لو قدنا قياسات على الوعي الاقتصادي من الجانب الاستهلاكي أو الانفاقي أو الاستثماري ده مازال معدلاته ضعيفة عند الشرع المصري وأيه كل يوم أو خلال 48 ساعة السرع أسعارها بتزيد ده مجردنا تلك بترند والدليل أن مصر كان الدهب كله في برصة الدهب في العالم نازل وعندنا طلع 400 جنيه من حوالي تلك السابعة ليه؟ علشان ما عندناش جرعة اعلامية بكل وسائل الاعلام المقرؤ والمسموع والمرئي تقدر ترفع ثقافة مستوى الشعفي التعامل في السلوك الاقتصادي أو السلوك الانفاقي لو قلنا للمصريين أن التجار البيض رفع أسعار البيض واحد يخش سواء ماركت ياخد سلطة أطباق واسيب زميله لو في لندن أو في دولة تانية مش هياخده لبدة أسبوعين هيضطر للتاجر عشان الاكسباير وفتت صحية دي ثقافة مجتمع دكتور؟ تحتاج بزيدة من العمل دي ثقافة مجتمع الاعلام ماليوش علاقة يعني مش هو الجهة اللي هيعمل مربع الوعي يأتي من التعليق مربع الوعي دائما ده أربع أوجه اللي تعلمتوا أعلام وتعليم وتسخيف مجتمعي ونظرات مجتمع مدني ده لازم يشتغلوا علشان يقدروا يوصلوا رفع ثقافة المجتمع في اتجاه الاتصاد لمواجهة التحديات القادمة لا سيما نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا ولازم أقولها احنا 2011 لـ 2022 زدنا 24 مليون نسمة عمرهم 11 سنة 24 مليون نسمة عمرهم 11 سنة يعني قوة بشرية غير قابلة حتى للتأهيل لسه مخلصتش التعليم ففيش دولة هتشيل 24 مليون نسمة في 10 أو 11 سنة وتقدر تتحرك إلا إذا كان معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي ما يقلش على 9.5% صحيح وده مش هيقدر يحصل مظبوط